طلبي وتوقعي يعني طلبي وتوقعي من إدارة نادي الزمالك طبقا لهذا البيان وما بين السطور من أخطأ من لعبي نادي الزمالك لابد أن يبقى فيه عقاب فوري عليه ولو فيه غرامات الدفعة كبيرة بالملايين يتحملها لتنين لعيبة دونجا ومصطفى الشلبي الزمالك ما يتحملش أخطاء زي دي يكفي الزمالك تحمله لإسمه وتاريخه أنه يخش في أحداث زي دي يكفيه كده يا الشبع خلاص لكن اللعيبة تشيل الليلة وما ظنش أن مصطفى شلبي هي موجود في مباراة الآية ما ظنش دونجا كده كده مصاب ما ظنش توقع برضو القرار لإدارة الزمالك والجهاز الفني وكل شيء بس ما ظنش أن مصطفى شلبي هيبقى موجود في مباراة الآية يا جماعة نحن بنقعد نقول صبح ودهر وليل شكلنا ومنظرنا وسمعتنا وقيمتنا وقيمة بلدنا نحافظ عليها ونبقى صفرة دايماً لبلدنا في كل حتة فكرة العشوائية في القرارات والتفاصيل بالمناسبة اتكرت حاجة مهمة جداً بالمناسبة أنا شخصياً أنتظر من إدارة نادي الزمالك عقاب واضح ضد مصطفى شلبي هتقولي عشان خناها طبعاً خناها هو دونجا ليها عقابة بس في وسط كل هذه الأحداث رايح يحط ستوري على انستجرام فيها كلبشات وفيها كلام ملوش لازمة عيب وبصراحة برضو أنا أعتب على نادي الزمالك في حاجة البوست ده فضل 24 ساعة لحد ما تشيل خلاص تشل واحده يعني 24 ساعة محدش قال مصطفى شلبي شلي الكلام ده ما يصحش بما أنه هو الواحده مش مسؤول وما مسحوش لوحده بعد ما خده فكرار انفعالي مثلا بس بصراحة لا أنا بالنسبة لي ده كان خطأ أكبر كمان من خطأ انفعالي في وقت أحداث وعملة الخناقة طبعاً الخناقة خطأ كبير وجسيم بس ده يا أخي انت بتمثل نديك الكبير العظيم في الوطن العربي وبتمثل بلدك عيب إيه الحاجات الصغيرة دي دي يعني نفسي يعني بس أنا هبقى مرتاح ولا أتصور من قدارة الزمالك الحالية ودي قدارة محترمة جداً الناس اللي فيها ناس محترمة جداً مش هيعدوا المواقب ده تصور يعني دائماً من الناس knowize